اشتركوا في القناة فهم المقروب السؤال الأول أذكر مصدر النص وأحدد بعلامة نوعه مصدر النص نوعه قصة مقال إعلان رسالة السؤال الثاني ألون المعنى المناسب معنى إدماجه طرده توظيفه أو نبذه ما هو ضد الحقوق القوانين المخالفات الواجبات ما هي عائلة كلمة علاج مرض معالج أو معالج دواب السؤال الثالث أستخرج من النص حقوق الأشخاص في وضاية إعاقة السؤال الرابع أصل بخط بين كل حق ذكر في النص وأطره على الأشخاص المعاقين حق الإحترام بين الناس حق المساعدة والمشورة حق الحصول على الخدمات ينمي مهارته وقدراته يكون له رأي خاص يشعر بأن له كرمة السؤال الخامس أستعمل الأسلوب التالي في جملة مفيدة كالتي وردت في النص لكل الحق في وفي لتنميتي السؤال السادس أذكر القيم أو العبر التي يحط عليها النص السؤال السابع في نظرك كيف يمكن حماية حقوق الأشخاص في وضاية إعاقة إضافة إلى ما جاء في النص الشكل أضبط بالشكل التام ما كتب في النص بخط مضغوط الصرف والتحويل السؤال الأول أكمل ملء الجدول الفعل في الماضي مصدره أصل حرف العلة مضارع الفعل الفعل في الماضي دنى مصدره دنو أصل حرف العلة واو لوجودها في المصدر مضارع الفعل يدنو رمى سماء السؤال الثاني أصرف الفعل ثانية في الأزمنة الثلاثة المضارع مع الضمير أنتم وأنتم ثم في الأمر نصرف فنية في الضمير أنتم ومع الضمير أنتنا السؤال التالت أزن الكلمات التالية مع الشكل التام كما في المثال الكلمة مجرد من الزيادة مثل سادة وزنها فعلة الكلمة مزيدة بحرف أو أكثر استسادة وزنها استفعلة فتح جعفار لعلعة السؤال الرابع أصل بخط بين الكلمة ووزنها الصحيح مع الشكل التام سفرجل بلبل قمر التراكيب السؤال الأول أدخل أداة نصب أو جزم على كل من الأفعال التالية تقاومين ينجحون السؤال الثاني أتم الإعراب التالي يبدواني فعل مرفوع لأنه من الأفعال وألف الاثنين ضمير متصل مجديني حال بي لأنها مثنى السؤال التالي أتمم الأسماء الخمسة ترفع بي مثال وتنصب بي مثال وتجر بي مثال السؤال الرابع أكتب ما بين قوسين كتابة صحيحة مع الشكل التام ما رأيت يلعب جارنا الخطاب السؤال التاني أستخرج الأخطاء الإملائية الواردة في العبارة التالية وأصححها وأضبطها بالشكل التام التعبير الكتابي أكتب حواراً دار بينك وبين صديقك حول موضوع من اختيارك أحبد لو كان على المواطنة والسلوك المدني مؤشرات الإنجاز أولاً يجب تحديد الموضوع الذي سيتناوله الحوار ثم ترتيب الجمل ترتيب سليم ثم كتابة جمل تامة المعنى والسياغة مع الإبتعاد عن التكرار الزائد وتوظيف علامة الترقيم احترام بنية الحوار تفادي الأخطاء اللغوية ثم تنظيم الورقة ومقرؤية الخط التواصل الشفهي أستمع إلى نص كرم حاتم الطائي وأجيب عن الأسئلة السؤال الأول من هو حاتم الطائي من خلال النص؟ ثانياً لو كنت مكان حاتم هل كنت ستفعل نفس الشيء؟ ولماذا؟ ثالثاً ما رأيك في سلوك حاتم؟ السؤال الرابع ممن ورد حاتم صفة الكرم والجود؟ خامساً أعيد سرد الحكاية باختصار بالنسبة لمشروع الوحدة يقدم المتألم مشروعه حول مظاهر المواطنة والسلوك المدني معاير التنقيط يجب الالتزام بالموضوع آله مع شكل التقديم هل هو عبارة عن عرض أم تقرير أم مسرحية؟ أو تسجيل ثم أيضاً يراعى في التنقيط انسجام الفريق والأمل ضمن جمع ثم أيضاً يراعى جودة الإنتاج إلى هنا إخواني أخواتي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر